موسيقى السلام عليكم أعزائي المشاهدين أهلا وسلم بكم معنا في هذه الحلقة من التغطية الخاصة المتواصلة حول أحداث الخامس من أكتوبر عام 88 فما زالت أسبابه ونتائج وحداث انتفاضة الخامس من أكتوبر عام 88 تسيل الكثير من الحبر وتسيل الكثير من الجدل لكن الكثير كذلك يجمع على أن هناك أسباب مباشرة كترد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعجز الدولة عن توفير أدنى احتياجات المواطن اليومية كالدقيق والزيت والسكر والحليل بسبب فساد وانخفاض أسعار النفط ساعتها وتفاقم البطالة في أوساط الشباب وفقدان الأمل في مستقبل كريم وأسباب غير مباشرة كاستبداد حكم الحزب الواحد الشمولي وفشل النظام في مسايرة التحولات العالمية فسجن وقمع المواطنين والمعارضين ونكل بهم الخامس من أكتوبر 88 أرغم السلطة على القبول بدستور ديمقراطي يضمن حرية التعبير وإنشاء الأحزاب لكن وبدل أن تدعم السلطة الإصلاحات وترقيها قامت تحت ضغط ودعم قوى عسكرية وسياسية نافذة بإجهاض المسار الديمقراطي السلمي وبالتالي تقديم الجزائر كنموذج فاشل للتغيير بدلا من أن تستكمل تجربتها بنجاح لتستفيد منها دول أخرى غارق الآن في ثورات دامية قبل أن نبدأ النقاش ونشاهد مع هذا التقرير هل غيرت انتفاضة أقوى عام 88 مجرى الأحداث في الجزائر أم أنها أوصلت البلاد إلى مأزق مشؤوم وفتحت عليها عواصف أمنية وسياسية كانت فيغنا عنها وهي تحت حكم الحزب الواحد بعد مرور 27 عاما على هذه الأحداث الدامية ها هي الجزائر تعيش المأساة ذاتها تدور في حلقة مفرغة حزب واحد يحكم أو يحكم به وبقية الأحزاب لا تتعدى أن تكون ديكورا في مشهد ديمقراطي تعيس أما حال الاقتصاد فهوهو لم يتغير بقيد أنملا النفط هو قوت الجزائريين وإن هبطت أسعاره في الأسواق الدولية جاعة البلاد وتخاصم حكامها الرئيس الشادل بن جديد وعد في خطابه الشهير الذي تلى أحداث الخامس من أكتوبر بدستور جديد يمهد لإصلاحات سياسية واقتصادية ومن حزب واحد ظل يتسيد منذ استقلال البلاد فاق عدد الأحزاب المئة بعد عامين ونيف من هذه الأحداث نظمت أول انتخابات ديمقراطية وتلتها أخرى عام 91 وكانت بعد الانقلاب على نتائجها آخر انتخابات حرة ونزيهة تشهدها البلاد وأقيل الشادلي وحدث ما يعرفه الجميع اغتيالات ومجازر حتى فاق عدد الضحايا ربع مليون جزائري والأخطر من ذلك أكثر من ربع قرن من عمر الشعب الجزائري ضاعف التطاحن على السلطة تطاحن ما كان ليحصل لو لا الانقلاب على مكاسب انتفاضة أكتوبر اليوم لم يبقى من أكتوبر إلا العبرة والذكرى في مسيرة نضالية من تاريخ الجزائر لم تتوقف إلى اليوم وقفات كثيرة في هذه المسيرة تستدعي أكثر من قراءة لماذا غيرت انتفاضة أكتوبر المشهد السياسي من الأحادية إلى التعددية لكنها فشلت في نقل الجزائر إلى الديمقراطية الحقيقية من المسؤول عن إعادة الجزائر إلى المربع الأول إلى حكم أحادي باسم التعددية من يتحمل مسؤولية تعطيل الجزائر من المسؤول عن المظالم والدماء التي تسيل في كل مرة تكون فيها البلاد على موعد مع انتقال السلطة من رئيس لآخر ليس بانتخابات الشعب وأصواته ولكن بألعاب ومسرحيات حفنة أفراد يديرون الجزائر من خلف سطار حديدي لنبدأ النقاش في أسباب ونتائج 5 أكتوبر وحداث 5 أكتوبر معي الدكتور إسماعيل معراف الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي من الجزائر بعد الترحيب بك الدكتور إسماعيل معراف في رأيك ما هي الأسباب المباشرة التي أدت إلى اندلاع انتفاضة الخامس من أكتوبر أولا شكرا وتحييين كل المشاهدين قناة المغربية القناة التي تصنع الحدث الآن صراحة والتي هي السوت الأخير بالنسبة لكل الأحرار في الجزائر وأيضا في منطقة المغرب العربي شكرا جزيلا هذا التقرير أجاب على الكثير من السئلة التي يمكن أن تطرح وأيضا بطريقة ذكية جدا نشكر من قام بهذا التقرير أنه يعني صراحة لم يكذب راح مباشرة إلى حقيقة عمق وما هي الأحداث 5 أكتوبر ونا شخصيا كتبت عن 5 أكتوبر الكثير من المقالات وإذن لدينا كتاب في هذا المجال وأيضا أنا شخصيا عشت أحداث 5 أكتوبر وكنت شابا لسه متخرج من الجامعة وشاركت أيضا في تلك المظاهرة داخل العاصمة وكنت نشوف أن تلك الأحداث فرعة لم تكن مصنع وأيضا لم تكن هذه الدكتة الأحداث ربما بفعل فعل رغم أن النظام حاول أن يستعمل من كثير من الألعاب ويقول بأن هناك مندفين وهناك أيضا من من ربما يريدون أن يشبطوا رمز الجزائريين في هذا التحليل الوطني لكن صراحة الأسباب هي اجتماعية وقاسية واقتصاد مترخل وأيضا شعور الجزائريين بغضل اجتماعي حقيقي وبلدهم خزائم كثيرة في الأموال إلى ربك دكتور دكتور اسماعيل فقط تفصيل في هذه الأسباب التي ذكرتها يعني فيما يتعلق بنظيرة ربما المؤامرة التي يراد لها أن تروج على أساس أنها من صناعة ناس من النظام والسلطة ومن المخابرات وغير ذلك ألم تكن هناك انتفاضات ولو كانت محدودة بالمقارنة مع نعم موجودة من قبل أنا أنا شخصي في بلاد يعني في تيزي وزو وجدت في قسنطينا وجدت في سطيف وجدت في نعم أنا كنت أرىك لما عملت هذا الدباجة نعم أردت من خلال هذا الدباجة أن أستحضر المشاهد الكريم خاصة ممن يعيشوا هذه الأحداث وأيضا ممن ربما نميش حرم الحظ أن يعرفوا ماذا حدث بالذبط في خمسة أكتوبر قبل خمسة أكتوبر الوضع الاجتماعي والسياسي في البلد كان وضع سيء وقلت مظاهرات وكان قمع قوي من طرف البوليس السياسي من طرف كثير من المنبسين داخل المظام والذين ساعة كانوا يرهنوا نال جزائل وكلها أن تنهب وأن يكون لها نظاما ديمقراطيا ودولة وكانوا أشخاص صراحة وزمر وللأسف أنه نفس الوضع ونفس التشكيل لمن يحكم هنا إلى عدد أنا أتركز بكترة أيضا أنه مع نهاية الثمانية العرب يتغير إذا كانت تذكر أنا نشهر هناك بالنيورد يعني النظام الدولي الجديد بدأ يتشكل وأصبح تقريبا نرياح ديمقراطيتهم على مثلا شرق أوروبا والأخبار أصبحت تتواتر والجرائيين أصبعوا توقين وينظرون مثلا ماذا فعل لجباليزا في بولونيا هذا النقاب الرائع الذي استطاع أن يدك النظام الحاكم في بولونيا وفي أوروبا الشرقية بشكل عام إلى غداء تنينها أعتقد أنه بدأت وأتذكر عندما كنت أذهب إلى الملاعب كوتر كانت الخطابات التي أو التشجيعات المتفرجين ومشجعين هي كلها سياسية وكلها أيضا تنتقد النظام وتنتقد جبل التحليل الوطني وتذكر بأن كان أحد الشعارات مثلا أنصار مولودية الجزائد ومساعدية سراق المالية الخبز الماء والحكوم كليما كناية لزوجة الرئيس الشهدي بنجل رحمة الله في تلك السياسة إلى غداء وابتعي أنه كان فيه وعي سياسي إلى غداء وأعتقد أنه 5 أكتوبر أبقى معي الدكتور إسماعيل أبقى معي شكرا لهذه الدباجة الوافية كمقدمة وكتفصيل لأسباب ما حدث في ما أدى إلى 5 أكتوبر ينضم إلينا الدكتور عبد العالي رزاقي أستاذ سعد بعقبة الكاتب الصحفي من الجزائر أهل وسأل بك أستاذ سعد أهل وسأل نعم أستاذ سعد كنت حتى من الصحفيين ناشطين كثيرا في تلك المرحلة وأذكر أنك كنت نشط كذلك في حركة الصحفيين الجزائريين يعني هناك من قاد هذه الانتفاضة هل هو الشعب وحده أم هناك السياسيون كانوا قد أضطروا هذه المسيرة حسب ما يقول الكثير يعني نريد أن نفهم من رجل عايشة المرحلة بقلمه وكذلك بمراحضاته وكمواطن جزائري تفضل هذا الأمر يظهر أنني كتبت في الموضوع في الذكرة اللونة لأحدى بأكتوبر في 1989 نعم وطرحت السؤال على مجموعة من الفائلين السياسياتيين في ذلك الوقت منهم المرحوم قصبي مرباح دي كان رئيس الحكومة ومحم الشريف السعودية دي كان وقت الحزب في وقت الأحداث ونكح العياط دي كان مسؤول الأمن وعادي الخزيري دي كان وزير الداخلية مجموعة على الشخصيات سألتها سؤال واحد هايوه النتيجة اللي انتهيت إليها أن الأمر وعن الكلام منشور في مجالة الوحدة في وقته نعم حتى خلط نظار حتى خلط نظار سألته نفس السؤال لأنه كان قاعد قاعد العمليات في في الجزائر في الحصار نعم وكان الضؤال من من صنع خمسة أكتوبة وانتعط الى حقيقة أن الأمر كان هوشا بين الجناح السياسي في الحزب الحاكم والجناح العسكرين في هذا الحزب حول من يؤمن الرئيس بعد المؤتمر اللي كان مطروح في ذلك الوقت الجناح العسكري يريده المحافظة على فكرة أن الجيش منطلاحياته تعيين الرئيس والحزب الذكي والحزب في ذلك الوقت باكباده عن الجناح الجناح الإسلامي اللي تنام داخل جبهة التحرير رأى في نفسه أنه من النؤج وصل إلى ترس أنه بإمكانه أن يفرض رئيس مدني نعم حكاية تمدين الحصم الجارية الآن كانت في طلب المعركة في ذلك الوقت والشادي بن جديد ما قال في ذلك الوقت قائد المخابرات اللي هو المرحوم لك العياب أنه طلب منهم إعداد تقرير فيما إذا كان هذا الحزب اللي رأي يعطم في الإصلاحات لأنه حاول إصلاح الوضع عن طريق تعديل التسطور من بشد عن طريق المساق من بشد عن طريق عدة إصلاحات من بشد وشاف للحزب هو اللي عطم في هذه الإصلاحات حد يجير مظاهرات للإطاحة بهذا الحزب وبتوصية من ميز إيران في ذلك الوقت لأنه كان له هذا الأفدان إذا كان تتحسن مع فرنسا لا بد من اتهاء من الجيل تعني أفدان هذا اللي كان موجود وهذا هو ما كان حقيقة الأمر سمت أن جناح السلطة هو لتعاون مع التحجين ومع غامبين وخرجوا الاشتار ويعيطوا مساعدية سلاق المالية في البداية كانت هكا للشعارات لكن عندما دخل على الخط الشعب الغاضب لأنه كانت فيه مساكل اجتماعية ويعيطوا الشهاد يعني ما تفاجش الأمر يخص بلا فلان وإنما يخص حتى بالمجموعة كاملة ثم تطورت الأحداث إلى أن ولاة مواجهة بين الشعب والجيس أيوة يعني الأحداث مجموعة على الخط وأنتم تعرفوا في وقت الحيطار والجزائر في اليوم العاشر والبلاد في حال حيطار يركز يعني بالحال ومجموعته يخرجوا مكيرة وعلى بيك فيها من من الكور إلى دابلوات نعم وصل أنهم لما وصلوا قدام المديري عامل الأمن وقعت طانيق وواحد من المهتدين أطلق النار الجيس نعم هذه ربما رواية من الرواية لكنها تعتبر كذلك رواية قوية لأنني لأنني مشيت معاهم من أول ما حتى لنتحد شهداء ثم أنت حب لكن هناك من يقول كذلك هناك من يقول أن الشارع كان يعني كان كما نقول احنا ضرب له الظلام يشعلي يعني هناك مشاكل كبيرة بارك الله فيك صحيح الخطأ الكبير أن الإسلاميين دخلوا على الخط باش يدينوا باش يعاونوا الجناح العسكري جاء لما يتاح النظام أو موش الاستعطاليين اللي ديوا الحكم عم الإسلاميين اللي ديوا الحكم نعم هذه كانت بنصيحة للفرانطير ومع الأسف أن الإسلاميين بالعطام ومشعوا مع العسكر في هذه القضية لما تشوف نتائج لم تكن مطالب اجتماعي حولها لمطالب سياسية سياسية معناها أنه إرادة التغيير كانت موجودة حتى عند عناصر أو عند أجلحة لم تكن موجودة في السلطة أبدا لم تكن موجودة في السلطة ذاتي الحزب الحاكم ولا في المؤسسة العسكرية كانوا يضربوا من يعين الرئيس هذا هو كان الأساس نعم هذا هو الأساس قدمروا واحد جبادين لجبادة التحرير ونعبوا تعانوا من الصمع العسكر ونقى تنسي خطة ما بعد حلقة القبر وهو ما أدأ إلى الكوارث التي وقعت في البلاد وهو ما يتحملوا جزء من المسؤولية فيها نعم لا تنسيحوش للتغيير يتم مدنيا هو ما عاونوا العسكر أيضا لكن هناك من يقول كذلك أن هناك قوى لم تكن وحتى بعض الإحصاءات أو بعض الاستشرافات من فرنسا في انتخابات مثلا البرلمانية كان يقولوا أن الإسلاميين لن يحصلوا على أكثر من 28% وبالتالي كان هناك من استغل الإسلاميين بطريقة أو بأخرى أو وجود الإسلاميين من أجل نعم فقدنا الاتصال مع سيد سعد ابو عقبة سيعود إلينا إن شاء الله بعد قليل عندما يعيد الإخوة وضع الخط معه أعود للدكتور إسماعيل معرف الدكتور إسماعيل هل مازلت معنا لا معك ولكن أتمنى أن لا يكون العودة الترارية فقط أهنواس أهنوا بك شكرا جزيلا الدكتور إسماعيل نعم الدكتور إسماعيل معرف كثير يقول أن الأسباب كانت موجودة وأن هناك انفجار وشيك وإنما بطبيعة الحال الأجهزة الاستعلاماتية كانت تجمع معلومات وأراد السلطة أن تستحوذ أو أن تحتوي يعني هذه الانتفاضة القادمة التي كانت المتوقعة أو أن تجعلها تسير ربما في مساء يمكن التحكم فيه لاحقا شوف أولا أنا ضد مسألة ممارسة الوصاية على الشعب والقول في كل مرة بأن هناك جهات التي تحرك الشعب إلى غدك لا أولا النظام والسلطة كانوا في تناغم فيما بينهم وأن قائد كريسترا بالنسبة للنظام كانت فرنسا وأنا أتذكر في ذلك فترانا فرنسوا ميتيرو وزوجته دانيال ميتيرو كان هم الذين يتحكمون في القرار السياسي السيادي الجزائري والشادي وجماعته لم يكنوا إلا خدام للفرنسيين مثل ما كانوا قبلهم المسؤولين في هذه الدولة الجزائرية ولكن أسف أنه ما زالت مستمر إلى غدك الانتفاضة 5 أكتوبري انتفاضة شعبية حقيقية وبدليل أن العسكر والشرطة وأيضا هذا حزب جبل التحرير الوطني وحتى الرئاسة بشكل عام مؤسسات بين قوسين إلى غدك كانوا تشعروا الخطر لأن صراحة الاحقاق الاجتماعي السياسي لم يكن بمقدور لم يحبكه إلا الإسلاميين الذين أقلقوا صراحة مضاجع السلطة وأقلقوا الفرنسيين وبدليل هو أنهم صراحة بد من أن يذهبوا النظام صراحة أعتقد بأنه ذهب مثلا إلى تعديل الدستور والذهاب للتعجد إلى غدك هو إعطاء إمكانية لربما تسويذ مطالب الجزائريين ولكن النظام استفاجأ بتيار إسلامي قوي لديه القوة إلى غدك والتيار الإسلامي لم يتتحالف يوما ما صراحة مع المؤسس العسكرية أو العسكرين بشكل عام إلى غدك بل كل ما في العمر هو أنه صراحة أراد بالوطنية التي يحملها التيار الإسلامي الحغري وتكلم مناعس جبه الإسلامي اللي قال وأيضا كل الذين كانوا يشتغلون في تيار الإسلامي الأصير الذي كان مبني على مقاربات وطنية حقيقية تريد أن تخرج البلد وتنقذ البلد من براسل من سرعة الاستداد السياسي وأيضا من العمال لفرنسا وبالتالي أنه النظام سرعة عندما فتح المجال السياسي استدم لأنه مثل ما قلت أخي الفاظل بأنه ربما التقارير التي كانت تعطانهم على أساس أنه ليس هناك تيار الإسلامي وغير فاعدين ومفاقعات إلى غداية بدليل هو النظام حتى نجأ إلى بعض الإسلاميين حركة حماس وجاب الله وغيرهم إلى غداية للتشويش على الجبل الإسلامي ومنع المشروع الحقيقة الذي كانت تريد أن تنقذ به الدولة الجزائرية والمجتمع الجزائري بعيد عن الحسابات إلى غداية وأنا شخصيا أحمل التيار الإسلامي ومثل الجبل الإسلامي النقاذ أي مسؤولية فيما حدث بل بالعكس جبل الإسلامي النقاذ ومش الشعب الجزائري كانوا ضحايا وكانوا أيضا صراحة سبب الإخفاقهم هو حرصهم على بناء دولة وطنية حقيقية بقامعي بقامعي الدكتور سماعي المعراف ينضم إلينا أستاذ الدكتور عبدالعالي رزاقي أستاذ العلم السياسية من الجزائر بعد الترحب بك دكتور عبدالعالي رزاقي لماذا فيه نظرية تريد أن تجرد الشعب الجزائري من أنه هو الذي قام بهذه الانتفاضة وأن الشروط كانت متوفرة جدا شروط اقتصادية اجتماعية سياسية متوفرة من أجل والدولية كذلك من أجل إحداث هذه الانتفاضة للتغيير في الجزائر أولا أنا لا أسميها انتفاضة نعم يعني في تقبيره أنا لا أسمي 5 أكتوب 2008 امتفاضة كل ما حد أولا الانتقام من الحزب الواحد إلى تعدد الحزب الواحد هذه العملية الانتقالية طبعا تزامنت مع ظروف دولية أولا كان هناك مشروع عن عقاد نجلس الوطني الفلسطيني وأعلان الدولة الفلسطينية في الجزائر ولهذا جاءت هذه محاولة لتطيق هذا المشروع للبعام الفلسطين نقطة ثانية كان هناك مشروع ثاني وهو مشروع مع جبهة تحرير بين القذافي وجبهة تحرير وهو مشروع تنخيل إيبية والجزائرية وتم إعداد دستور المشترك لكن تم توقيف النقطة ثالثة وهي مهمة جدا هو أن شابلي عندما قام بإبعاد ضباط سامين عن قيادة جبهة تحرير بدأت تمامل داخل المؤسسة وبالتالي فلا بد من إذاحة الشاب أو إذاحة جبهة تحرير حالة واجأت هذه الأملية طبعا بطريقة شبه مؤامرة لماذا؟ لأنه لا يؤقل أن تلامين المدارس يحملون شعارات أنساعدية هذه شعارات سياسية عندها علاقة بالمؤسسة النقطة الثانية لا يعقل أن الذين قاموا بالعملية بالحركة عموما هما أن المؤسسة معنا الشلطة نزعت منها الأسلحة بحول وكانت المستهدف وعنا كنت هي شارع يدوث مراد المستهدف هو أسواق الفلاح المؤسسات العمومية كأن هناك مشروع للقضاء المؤسسات العمومية التي كان يستفيد منها المواطنون بهدف خلق مؤسسات أخرى أو هدف أخرى ويستطيع أن نقول هو مشروع انتقالي من تعدد من الحزب الواحد إلى تعدد الحزاب إلى تعدد الحزاب داخل الحزب الواحد وهذا حدث فعلا لبارش أنه بعض الأحزاب أول المدرس نعم اتضح الدكتور عبد العلي اتضح هذا جاليا فيما بعد على أساس أن هناك إرادة ضد التغيير خاصة يعني تحقق ما تحقق دستور جديد تعددي يحفظ حر التعبير ويحفظ ويضمن كذلك تشكيل أو إنشاء الأحزاب السياسية وانتخابات واقتراعات يعني كما وقع فيما بعد لكن كان فيه إجهاض كيف تصف لنا هذه الإنجازات بعد 5 أكتوبر يعني أليست هذه إنجازات ديمقراطية شعبية حقيقية في 1989 هذا التشكيل سم الأحزاب سم طابع سياسي يبضى طابع سياسي فهو تطور سم الأحزاب حتى المشروع الأول حقق في المرحلة الأولى في التسعين أنه فوز تيار على بقية تيارات هذا الفوز دفع بمجموعة من حزب سرونسا لمحارس الأنقلاب عن ذلك وقد شرحها بن حسين بن حديد في المغاربية وإشارة واضحة لا تشكشوا إلى توضيح أكثر لكن في اعتقادي أن هؤلاء الذين كانوا يفكرون في التعديل يفكرون في تجديد أنفسهم عن المؤسسات وعلى الواقع من الذي حدث؟ حدث أن الحزب الواحد كانت عنده مادة 120 التي تسمح بإعطاء المناصب لأي واحد من تتوفر في هذه المادة انتقلنا إلى مرحلة أخرى وهو حزب الديارات الحزب هذا وظيفته الأساسية أنه يرشح للبلديات يرشح الوزارة يرشح للنواب وبالتالي تحولت المؤسسة اللي يستطيع سميها الديمقراطية أو المصر للشعب إلى أناس وتعينهم أجلزة هذا ما حدث وطبيع الإفلاق الليوقع أنه في 91 أنه في 26 ديسمبر وقعت اندخابات وهذه الاندخابات طبيع الفائزة في الجمع الإسلامية الاندخاب 103 ملايين صوت ولصف صوت بينما تبهت 6 مليون أول نقف عنده هذا دكتور عبد العالي دكتور عبد العالي نقف عنده هذه النقطة ألا يدل هذا على أن الشعب في ذلك الوقت ملايين من الناخبين ملايين من الشعب الجزائري في الشارع الذين شاركوا في انتفاضة 5 أكتوبر وما بعد انتفاض 5 أكتوبر ذهبوا إلى الصناديق واختاروا حزب في ذلك الوقت الجبهة الإسلامية الإنقاذ كحزب قوي جدا استقطب الشباب استقطب الفئات المحرومة استقطب كل الذين يريدون التغيير من جميع تقريب الفئات ومن جميع تقريب الأعمار وحتى بعض التيارات الذين مشوا مع الجبهة الإسلامية الإنقاذ ألا ترى في هذا بأنه كانت تجربة كبيرة وقوية لكن كانت هناك قوة أكبر منها وهي قوة الإجهاض عن طريق العمل العسكري والقمع والتنكيل وغير ذلك أعتقد لأنه أي حزب لو فات بالأغلبية ستكون نهاية الجبهة الإسلامية للقام إذن السلطة ضم أي فوز ما كان جبهة حنير كانوا توقعوا بالتأخذ لأنه جاءوا بإنبلا وجاءوا بمجنوعة أكبر على أساس أن تترجع المقاعد وتصمع عندها شرعية الخكر عن طريق الدستور لكن المجتمع ما الذي حدث حدث أن هؤلاء الذين كانوا يرفضون التعددية عندما رأوا حزب ضم مختلف الشرعي الاجتماعية ومعارض والكثار هاي كل معارضين التفوا كل الناس لضب الحزب جبهة حنير ترفوا ذهبوا إلى جبهة الإسلامية وقال وإن شكت انتف يفجل وليدفعون مئة دينا ويأخذ هو رقاب يعني هو أضو في جبهة الإسلامية وقال هنا وقع خوف تاني أكثر من محاولة انتلاب لون أنه هؤلاء قد يهديدون مصالح وبالتالي اتخذ قرار اتخذ قرار اجتمع المعلومات المتداولة اجتمع عشرين أو خمسة عشرين ضابط سامي في سي وقرروا إزاحة الشادي ولكن الرسالة وصلت الشادي قبل إذا حكي فقد ما استقالت مجبرا على ذلك وللتالي بعد يبحثون عن البنين ألا يدل هذا الدكتور عبدالعلي رزقي ألا يدل هذا على أن فعلا انتفاضة خمسة أكتوبر كانت انتفاضة شعبية فليقول القائل ما يقول أنها كان من وراء مخابرات أو مؤامرة أو سراع بين جناحين عسكري وأفلاني وغير ذلك لكن كانت شعبية الدليل الملايين لأول مرة من الشعب الجزائري يمشون إلى صندوق الاقتراع بالملايين والانتخابات كانت النتائج تظهر بصورة لم تحدث في تاريخ الجزائر ولا في أي دولة عربية لحد الآن هو الذي ينتبه إلى نقطة أي تغيير في المنطقة في الانتفاضة أي تغيير كالمواطن يبحث عنه أيوة فهذا الشبهة الإسلامية قامت ترغيير عن ذلك نضم لها الشعب هذا هو المسائل لو قام على الـ التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية كان يمشي معاه نفس العظلية فهذه واحدة النظام الذي يحكم ومحمد فرنسا لا يقبل نهائيا أي حزم أن يتولى السلطة بمفربي وبالتالي دستير تمت السرط هذا القهار الذي يحكم من أي أغلبية تأخذ أي جهة وهو في دستور حيث خلقوا ما يسمى بالسلسة الرئاسية 48 عضو من المرضان يمكن أن يوقفوا أي مشروع تقد يمروا عبر المجلس الغرفة إلى الغرفة الثانية وبالتالي الغرفة الثانية 48 من مجموعة من 6 وتسعين يمكن أن يوقفوا هذا أي قانون يمكن أن يمر وبالتالي السلطة أخذ الزمان السلطة ارتكبت عندما الشاب للإستقالة لأن كلها البليل ولهنا جاءت بلس التجربة عندما قاموا بالنقلاب جاء بزعيم الثورة فهم عندما قاموا بالنقلاب على الانتخاب بزعيم كذلك مضيح الذي رفض وأكد رفض في أن يكون رئيسا شكرا شكرا جزيلا دكتور عبد العلي رزقي شكرا جزيلا كنت معنا من الجزائر الأستاذ في العلوم السياسية أشكرك أعود إلى ضيف الدكتور إسماعيل معراف الباحث الأكاديمي المحل السياسي كذلك دكتور معراف الآن نعود إلى النتائج هو النقاش الجدل المزال مفتوح وسيبقى مفتوح لمدة كبيرة هل هي انتفاضة شعبية لكن يبدو أن الأعداد والألاف التي توجهت الملايين لتوجه لصنطق الاقتراع في كل مرة كانت تعبر على أن هناك إرادة ورغبة قوية جدا لدى الشعب الجزيلا في التغيير بغض نظر عن من ينتخبون أو من انتخبوا فاستطاع النظام الجزائري أن يجهد هذه المكاسب الرائعة التي كانت تحسب له يعني لو بقي المسار الديمقراطي على حاله وصارت الجزائر نموذجا ناجحا في التغيير الديمقراطي والتحول لكانت الجزائر اليوم في أحسن حال ورائدة في العالم العربي وربما حتى في العالم يعني ما بعد سقوط الاتحاد الصوفيتي صحيح وانا احترامتي صديقي واخي عبدالي رزيلي ولكن اقول بانه الذي اجهد المسار الانتخابي صراحة هو كان يعلم بان الجزائر ستتغير تقريبا الطرح الذي جاءت به الجبهة السماء الانقاذ بغض النظام عن ربما اختلافاتنا ورؤيتنا لهذا الحزب لغدايك ولكن خطابه كان برغماتي وايضا الشخصيات التي شكلت هذا الحزب كانت شخصيات هناك التي كانت تظهر وهناك التي كانت من وراء الشطاب على اعلى درجة من الوعي الفكري والثقافي والاقتصادي والسياسي واعتقد انه تقريبا انه حزب التحرير الوطني اللي هو تقريبا مع السلطة التي كانت تعقل في الرئاسة الى غدايك هما جناحي حزب فرنسي في الجزيرة الحزب وما زالوا لغاية الآن وهم الذين اجهدوا المسار الانتخابي لخدمة سراحة للتواجد الفرنسي وايضا استمار الاستيلاء فرنسا على القرار السياسي السيادي في الجزائر وتوقف المسار الانتخابي سراحة اضر بالدولة الجزائرية واضر ايضا بالمجتمع الجزائري واعتقد انه الان الحديث عن ربما مسألة 5 اكتوبر بانها كانت مفبركة ويلغبات اعتقد نوع من المالهات ونوع من القول بان الجزائرين لا يمكن لهم ان يغيروا لا يمكن لهم ان ينتفذوا الى غدك لا لا الجزائرين بإمكانهم ان ينتفذوا وبإمكانهم ايضا ان يعيد ان تفضل 5 اكتوبر 88 واعتقد انه اذا كان تكلمنا من ناحية المؤسسات اعتقد ان الدولة صراحة ليس فيها المؤسسات بالمفهوم الكافي وان لو كان فيه مؤسسات حقيقة لهذا الدولة الى غدك لما اقدم مجموعة من الجنرالات المتعطشين سرعة الى السلطة والصروة وانتظهروا بعد ذلك الى غدك وايضا يساهمون لغاية الان سرعة في افساد المجال السياسي الذهابوا سرعة الى لم يذهبوا الى مسألة اجهاض المصار الانتخابي لان اجهاض المصار الانتخابي هي جريمة سياسية في حق الدولة الجزائرية وفي حق ايضا الشعب الجزائري وفي حق الامة الجزائرية واليوم مثل ما قلت اخي الفاظن ندفع اليوم الثمن لان اليوم اصبحنا متعطرين في كيف يمكن لنا مثلا ان نستعيد مسألة الاستقرار السياسي وشرعية السلطة والازمات الموجودة الان هي ليست اقتصادية ولا مالية ولا اصعار البترون بل هي سرعة هي ازمة ازمة شرعية 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 سلطة لان اليوم الجزائريين كلهم صراحة بيعتقدون في هذا السلطة التي تحكمنا لان هناك اشخاص معينين يتصارعون هناك في الجنرالات وهناك ايضا في محيط الرئيس وبالتالي انه من هو المستفيد بالنهاية المستفيد هي فرنسا الصراحة التي تريد ان تبقي هذا البلد في هذا الوضع المأسوي ويكفي انه المنشوف نظلا في تاريخ الانتخابات الى غدان ما عدا الانتخابات التي فزت بها الجبل السلبيل من قبل الانتخابات كانت شرعية وايضا فيها شفافية وكان اقبال كبير وانا حضرت الندوة الصحافية التي قال كان وزير داخلية العربي بالخير قال بي انه هذه الانتخابات هذه الانتخابات صراحة هي مفخرة للجزائر وانه كثير من البلدان عجزت عن ثم بعد ثلاثة ايام يقولون زوروا الانتخابات الى غدان كبير نعم نتوقف عند هذه النقطة دكتور معرف نتوقف عند هذه النقطة حتى رئيس الحكومة ذلك الوقت كان يقول انتخابات حرة ونازيهة ونظيفة سيد الحمد غزالي وكانت مفخرة حقيقة للجزائر وكانت الجزائر بدل ان تسن للتغيير السلمي الناجح التجربة الناجحة سنت للأسف لكيفية اجهاض محاولة التغيير في الجزائر وكانت الكارثة اليوم كنا سمعنا حتى على قناة المغاربية الجنرال المتقاعد الذي الان هو في السجن السيد بن حديد سيد حسين بن حديد انه قال بان ارادة الانقلاب كانت موجودة حتى قبل التسعين قبل عام الف سنواتسين يعني بعد التغييرات بعد تغيير الدستو كانت موجودة ارادة الانقلاب على شرلي بن جديد واجلت فقط نتيجة اجتياح النظام او الجيش العراقي في عهد صدام حسين للكويت وكانت امور دولية تمنع من ذلك الا ترى ان تصريحات الرجل الاخيرة بدأت تدل على ان هناك صحوة ما عند بعض الرجال الذين عاملوا في هذه الفترة وهذا ربما مؤشر ايجابي يجب استثماره والله انت اعطيتني الفرصة اني نجيب على السؤال اللي كثير من من يعرفون اني يطاحون عليه يوميا في سيسبوك هذا السؤال لكن قلت انتظر لقناة تسألني ثم اعجب شوفنا بالنسبة للتصريح هذا الجنرال لا حدث لماذا ماذا كان يفعل ماذا كان يفعل من قبل في المؤسسة العسكرية انا اعتقد انه الكل مختأ في حق هذا البلد لانا ان تسكت على الظلم في وقته وان سراعة ان تساهم في جهاز مصدار انتخابي ثم لا تتكلم ثم بعد ان سراعة يصبح مسألة التقوي طرف على الطرف ثم يأتي تأتي هذا التصريحات ومحاولة سراعة سحوة الضمير الى غداك اعتقد انه هذا الامور ان شخصيا كخبير استراتيجي لا اعتقد انها تفيدني كل ما في الامر اعتقد انه لابد اننا نفتح النقاشا منهم المسؤولين الحقيقيين ولا تأخذنا العاطفة بفعل ما يحدث لانا الان في تراشق بين اشخاص نحن لسنا معمينين بهم كجزائريين نحن ننام ما نريده صراحة على الاقل كشهود لان لان الشهود كلهم يعني اخورة سائدة صح التعبير لكن هناك والله اكبر 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 الشهود اسمح لي انتكلم الان بهدوء اكبر الشهود هما المتين الف الذين ماتوا والشعب الذي شرد والان المخطوفين الذين لن نعرف عليهم شيء وايضا الان الغلق الغلق نعفض عن الكفاءات والاطارات القادرة على ساعة اخرج هذا البلد من ازمة هائلة هذا اكبر شهود انا شخص محتاج لا لشاهد الجنرال ولا لماذا لاننا عاصرنا واشفنا وعرفنا الكواليس وعرفنا حتى كم تعظيم الذين يدافعون هذا الجنرال لأسباب مصلحية كذا احنا عنا مصلحة واحدة وانا نقول صراحة ان الجزائر تحتاج تحتاج مرة اخرى الان يكون هناك صراحة صح والضميل بالنسبة للوطنيين والشرفاء الاتقية اما الذين تسببوا فنحن نطلب منهم الصمت والابتعاد عن هذا البلد حتى يتركون هذه الكفاءات وهذه الكادرات القادرة انها تعطي المقاربات في جميع الجوانب لانه سائمنا يا أستاذ من النقاشات السياسية والإيديولوجية تريد السلطة ان توقعنا فيه ونحن في حاجة الان الى اننا لابد ان نعالج مسألة شرعية السلطة بعيد صراحة عن تأثير الجماعات المصارف اللوبيات لانه الان اكتشفنا بانه شوفنا لما نقرأ نقرأ حوار نقرأ حوار لحسن العريبي يقول له جنرال توفيق والجزائر لم يعرفون جيدا بانا تقريبا كل الذين حكموننا صراحة يعيشون البذخ وابنائهم ونعرفهم في الجامعات الى غدين لا بد من الان نكون في صح والضمير وانا الذين أساءوا لهذا البلد اذهبوا فانتم اطلاقها كيف تقوم دكتور نعم دكتور معرف كيف تقيم بعد 27 سنة من انتفاضة اكتوبر الجزائر وربما تقارنها مع الدول اخرى 27 سنة يعني ثلاث عقود بعد انتفاضة لم نرى منها شيء لحد انو ربما الوضع ربما اسوأ صحيح والله يشوف بعد 27 سنة من احداث 5 اكتوبر يعني اليوم لما نشوف انا حال الجزائر في كل الجوانب يلغبين والله يعني يبكي دمان لما تشوف النا بلدان اللي كانت في نفس المستوى معنا من سوف سنغافورة من شوف تركيا لما نشوف ماليزيا هذه كل الدول اللي لغباج كانوا لديهم نفس الامكانيات معنا الان يا رجل شوف ما نحقق وربما نحن افضل انو نحن كان عندنا البيترون وعندنا الغاز ولكن صراحة انو احنا دقينا نسقط في دائرة هذا الدولة الاشخاص نتكلم عن بودفليقة نتكلم عن السعيد عن الجنرال الفلاني عن التوفيق عن كذا ولكن صراحة نريد ان نتكلم عن مستقبل هذا البلد ونحن نتكلم عن قرصات هذا البلد عن التعليم عن التربية عن التكوين عن السياحة عن الثقاف عن الخارجية عن موجود الجزائر صوت الجزائر في الخارج يا رجل الجزائر في العالم لا يعرفون الجزائر لا يعرفونها البكات اللي بيصرف تقاعس في ملايين من الدولارات تصرف على دبلوموسيتنا صفراءنا ودبلوموسينا وقلاصلنا موجودين فقط من اجل الارتشاء ومن اجل ايضا انه مش يستجمعون الاموال الى غداك ولكن من يدفع على صورة هذا البلد من يدفع على هذا الشعب اللي هو صراحة انجز نعم هل يجب دكتور هل يجب ان يخرج الشعب الجزائري لكن بصورة سلمية ودائما يخرج مجرد ومعزول يجب ان يخرج ان يستكمل والله الشعب يستطيع استاذ نعم الشعب يستطيع انه يدير عصيان مدني ولا يخرج من بيوته حتى يعبر يعبر يقول يقول هؤلاء الذين يخطمون ارحلوا ارحلوا سأمنا منكم لانا نريد لانا نبني هذا البلد لا نريد دم لا نريد نار لا نريد دمار نريد فقط ان تذهبوا عننا وطحلوا عننا وخذوا ما تريدون انتم اخطوا كل شي خذوا ما تريدون واذهبوا الى فرنسا امكم العزيزة والحنونة الى غداك وتركوا لانا نبني هذا البلد لانا لدينا الكفاءات الموجودة في الخارج باسم واجتة تهجر كل الكفاءات لماذا تجرون انتم في لندن لماذا تجرون في الخليج الحرارة المدقعة لماذا ان الكفاءات انا لقيت كفاءات الكريم من بلدان في الخارج يبكون يريدون ان يقدموا ولكن الجزائي الجزائي ليست شركة يا استاذ نعم صار ليست شركة ذات اسم الجزائي بلد بلد كبير وعظيم ثم انو الان اللي هذا التصفيق هذا المهازل اصبحنا الان امام الشيطة التي صراحة والله يعني انا نخرج من عبائك كاكاديمي كدكتور لغدك لما نشوف يومين يوفيومين انو البلد حالها من سيء الى اسوأ ونشوف انو حتى الناس اصبحوا الان يعني انتظروا لنا فرصة ان يخرجوا ان يمرضوا من هذا البلد ولكن انا جاتني فرصة الى ماليفيا ولكن صراحة اي حز على المفس ان اترك بلدي واذهب لكاة نعم في ماليفيا هل ترى دكتور هل ترى ان اسباب متوفرة الان او موجودة وشروط موجودة من اجل احداث شيء ما للتغيير انا اعتقد انو الامور كثير يجهلها وكثير ايضا اعتقد انو الوضع مستقر والوضع امن ولا يمكن ان تحرك الامور الى عددك ولكن انا اقول هاي هات من جاوية اني درست كثير من ملفات الصورات والانتفاض وكثير من حالات اللي نحن نعيش استقداد حقيقي استقداد صراحة ان ما فيه نعقر الآن صراحة هي تغيي داخل اوساط اجتماعية وسياسية كثيرة وممكن صراحة ان هذا الاوضاع تنتظر فقط ثقب الكبريت ثقب الكبريت واعتقد انو اذا كان لم يشارع الوطنيين والشرفاء الموجودين في كل المؤسسات في كل المؤسسات وكل الاحزاب لانقاذ هذه المهاذة التي تعيشها البلد الى غداك اعتقد انو انا ممكن نذهب الى يمكن اوضاع مأسوية يعني نتظرع الى الله سبحانه عز وجل انو 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 نعقى فيها لاننا ان شاء الله احنا كجزائريين والظرف الذي عشناه يجعلنا اننا ربما نخاف على حتى على الدولة ولكن هذا لا يعني انو نستسلم للدكتاتوريين والقمعيين وكل هؤلاء المتلعبين وهنا انا شخصيا لا اقصد فقط لا اقصد فقط محيط الرئيس ولكن اقصد حتى محيط الجنرالات لان القضية قضية قضية وطن وكان من المفرد لهم يتصرفوا قبل ولكن الان هم الان تقدمون انفسهم ضحايا للمجتمع ولكن اين كانوا عندما كنا نحن نحتاج لهؤلاء من اجل انهم يخرجون هذا البلد من هذا الاجتماعب وكما يقول مثل دكتور اسماعيل معراف اشكرك لبقائك معنا قلة هذه السويعة شكرا جزيلا الدكتور اسماعيل معراف البحث الاكاديمي المحلسيسي من الجزائر كما يقول المثل اذكر ان تأتي متأخرا افضل من ان لا تأتي ابدا ربما ستكون فيه صحوة من اجل التغيير السلمي 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 ونؤكد هنا ولسنا في حاجة الى دماء كما كان ذلك في التسعينات كان كل شيء سلمي والمعروف عند الجزائر وكلهم من بدأ بإراق الدماء الجزائريين اشكركم عزيزي المشاهدين اشكر كل الذين اشاركوا معنا الدكتور عبدالعلي رزاقي استاذ علم السياسي من الجزائر استاذ سعد بعقبة الكاتب والصحفي من الجزائر والدكتور اسماعيل معرف الباحث الاكاديمي والمحل السياسي من الجزائر اشكركم عزيزي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتلتقون كذلك في حلقة اخرى لاحقا من التغطية الخاصة بأحداث الخامس اكتوبر السلام عليكم اشتركوا في القناة